طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهو ازمة عندك خوف على شوية اضطرابات شوية عكوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جاي لك اي تحت الكرت ده القديسة زي ما انتو عارفين وحاكي تحفظتو القديسة بتمثلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليك وفعلا بتمروا بالازمة دي اتنهل ربنا هو الوحيد اللي هي لطم من قلبكو وهو اللي هيخراكم من المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا ننعزل شوية نقعد مش ننعزل نقعد بس اي تفكر بهدوق كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محدة في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة في حد قريب منك حيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة حيساعدك وحيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي حيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خلصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها ديه بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني تخوف ما تقلوش ايوة بقى ايوة بقى حالة المادية فيها تطور كوي السياتور يمكن البنزين اللي كان عشر اساق ولا بين ربع جنيه اللي نزلت ديه يمكن هتأثر معاك حالتك المادية بقى فيها تطور وحتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس ايه عملية تكون مريحة تطور عن اللي انت فيه اي ان كان اللي انت فيه هتحس ان انت طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كثير جدا وكل ما بتدي كل ما هديل اكتر انت محتور في حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العطفة ده في حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى بتمشي باحساسها دي مش دي مش ما تتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتور بين علاقتين يعني محتور بين انت مثلا او انت محتورة من شخصين هيجيلك اه مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ما ينفعش ما ينفعش بتعدي من غير ما تاخدي بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده في حيرة واضحة اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلى ما اظن والله اعلم ان الحيرة دي زي ما قلتلكو في علاقة او حتى مش تازو يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون اه انت محتور تكمل او ما تكملش محتور تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتبين لك تتعامل ازاي وزي ما قلتلك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المية الركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدنيا هتبتدي تتسهل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه ده 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 كرت قوي من الكروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في الفلترون بيوحي بيقموت شيء كنعايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت يحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال للمثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل من انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل المحلها اجتماعية ان انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زميلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات اكتر فالعجلة هتدور معاك بهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ماينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ماينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش كده دي مش طبيعتي فيه حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد سترنت يا طور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بالدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت الموتش لا الموتش مش هيتكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بتطبطب مش لازم يكون بتطبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطبع اللي حواليك لا تستعمل معاهم دبلوماسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس بازيتك شوية يا طور شايفة حالة زي ما تقوله مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لا لقد الوقت دي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمال في شغل انتو عارفين الخروجات بتاعت الشغل دي بتقرب الزمال جدا من بعد هتبتدي تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر سلاسة واكثر حزن ان شاء الله ارية حلوة زي ما عنتلكو يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعادي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ودعيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحالة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسم لك النوقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورك التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يا رب تكون عاوية صح مرسية عزق باتماني تغير حلو فك الكعبالة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتتفكت بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عمر هو بقى حسب التساهيل صراحة بس هو الخطة ان هو يوم ايوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا ازبط الريتم ده يا سلوى يا حليبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انت خلاص يا عليكم صح طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسة قريب قوي حاضر بعد ما شفت في حاجة جواد غيرت وانا مش كده من ساعة ما شفت ايه يا حسان هزي من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وهنقول الحالة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البس ما يخلص هتلاقين ايه بحطهولك في الصفحة جاهزة مستنياكي قوس ان شاء الله يا ميسة حاضر مرسيا مار وعشير تسلم ايبك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عاشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح مرسيا بسمة جدا صح اشكورك يا شايماء طبعا ياسيف الاعلم الغيبة الا الله طبعا عنعمة بالله طيب يلا نشوف الحالة العطفية اخبارها ايه ايه يا رب تكون كويسة ايه وانا في حد كمان تور عندي من صحابي يا رب يكون حاجات كويسة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي جمان وانت وحشتيني جدا جدا مانا مانا احنا انت سمعت قرائتك ولا لا انت قرائتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتيها والنبي طامنين يقولين انت سمعتيها عشان انا مبقيتش فاكرة انا قلتها في انهي لايف ليهم عشان خطي يقولينك سمعتيها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هن كل كلمة صحة بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة مفيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا بفهم قصدي ايه القعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ويدعيلي معيكي ويدعيلي يرجع التزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور الاراية اللي عود فيه بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة هي شفتوا عندك حيرة يا تور مكيش كلام زي اللي شفتها فعلا في الاراية الجنرال بتاعتك في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينكو حيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بسوا كمان حيرة هي واضحة هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصيري يا الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شركك او خطأ منك الله اعلم بس فيه يمكن فيه حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح يعني الغمة تنزح والشمس بصوا التاور عمل ازاي يعني سواد السماء سودة يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع على الشبابيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي؟ شايفوا هداية من ربنا شايفوا حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بص وبنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا وايد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يا تور شايف شريكك حاجة كويسة اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا على فكرة شخص كويس شريكك عايز ايه؟ عايز يوصل لرده نفسه يحس برده في العلاقة شكلك انت اللي مغلبه يا تور يمكن تكون انت اللي مغلبه او هو مش عارف يوصلك ازاي نفسه يوصل لمرحلة الرده ان هو يرضيك وان هو كمان بالتالي هو هيرده اللي لسه مرتبطوش الشخص ده شريك التور عايز اتباط عايز بداية عيلة جديدة اللي ارتبطوا فهو عايز العلاقة تكون صحية وعلاقة فيها ثقة وفيها فرح واحتفالات عايز يسعد عيلته جدا يعني في كلتا الحالات سواء العلاقة دي زواجها تام ولا لسه فشريكك يا تور شخص فعلا كويس قوي ربنا يعني ربنا يهنيكو ببعض شايفك ازاي شايفك عندك يعني انت اساس كويس قوي بذرتك كويسة البذرة كويسة بتاع العلاقة بس هي عايز اشول يعني انا قرب تفهم المشكلة يا تور شكل اندفاعك في الكلام بيوحي بقصوة او بيوحي بقلة حب ده بيجرح شريكك يمكن الله اعلم يعني يمكن اكون غلط بس لو انا صح وياريت نواجه نفسنا كده لو انا صح حاول تكون يعني كلامك يكون كويس يعني حاول انت تكون صريح شوية مع شريكك وزي ما قلتلكوا الطاقة بينكو وطلع نازلة يوم حلوين ويوم تقلبوا على بعض يوم كويسين ويوم تقلبوا على بعض مش مستقرة الطاقة مش مستقرة صح جدا مرسيا سابرينا هنا في حالة يعني عايز اقول راحة او حالة عارفين لا حالة هدوء في حالة هدوء هتوصروا لحالة هدوء ان شاء الله في العلاقة باذن الله وفيها بقى عطاء بقى كل واحد هيدي حاجة كل واحد هيدي للتاني حاجة في هنا خير جاي لكم ان شاء الله يعني واضح ان انتم الاثنين شخصيات طيبين الناس كويسين جدا فباذن الله ربنا هيبعتلكم حاجة كويسة دي حاجة جاية من عند ربنا خير جاية من ربنا ان شاء الله يكون هدوء نفسي ويكون حالة يعني هيقربكم من بعض اكتر الناس اللي متجوزوش هنا في اتمام زواج في خلال شهرين الله اعلم ان شاء الله في خلال شهرين في اتمام زواج الناس اللي مرتبطين يمكن دي مشكلة مش عايزك وتخافوا يمكن تكون مشكلة وهتحتاجوا ان تحكموا بينكم حد كبير حد من العيلة اب ام اي حد وياريت هم دول الناس بس اللي يتدخلوا وياريت تختاروا حد فعلا يقدر يديكم نصيحة كويسة ويوفق ما بينكم ده حد جايب يحكم بينكم انتم الاثنين ان شاء الله تتراضوا لو كانت دي مشكلة فعلا ام 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 لو ما كانتش مشكلة فهي بينكم يعني ممكن تكون مشكلة خارجية بعد الشر يعني حاجة بسيطة كده وتعدي تروح لحالها المهم ان العلاقة هتستقر باذن الله و هتبقى زي الفل والله يصح مارسية يا صابرين حبيبتي مشكرك جدا الاسد قلنا يا محمد محمد مصطفى قلنا الاسد احمد جي معانا هو زي ما قلتلكم احمد سليمان هتلاقوه هو حاطط شورة احمد حيني بروفايل بتاعته هو الادمن الجديد معنا رحبه باحمد حيالي والله مرسي يا بسمة القوس حاضر يا هادية حاضر من عناية الجدي من عناية يا حنان حاضر بس كبه انت لم نهور يا سيف بشكرك ما قدريش ايه رأيكو في موضوع اللعبة دي ايه يا انا عليا زي بتقولي ايه يا معني مش فهمة اوكي الحامل قريب جدا قريب جدا يا اه طيب قريب جدا ان شاء الله برج الاسد زيبني انا حسب لا مبالاة طيب بص يا هيبا انت هستسألي يعني في رجوع ولا لا السؤال ده زي ما قدريك انا بعمل اخر عشر دقيقة اللعبة احنا بقى نسأل اسئلة حسفروا لا يعني بدي كده عشر دقايق نقعد نقرأ اسنه قول اسئلة نوسا بشكرك يا حبيبتي على الفيدباك الحلو ده الحمد لله القرية مزبوطة وكله تمام صح يا عسل ده انت اللي عسل يا صور جو معنا بشكرك حبيبتي قوي قوي على الفيدباك تانكيو تانكيو كلمك صح بشكرك يا احمد برسي احمد فحلت مبهار ده اعلى حاجة في الدنيا والله يا ربنا يخليهولي شفتوا بقى الكلام الحلو بقى يا ربي يخليهوليك يا بسمة ويهنيكوا ببعض ويهديهولك ويهديكي ليه مرسي يا نوسا جدا فعلا بصح جدا بجد كله بيحصل وبواست الدنيا بندفاعي ربنا يفرجع من عنده يدير وخاطرنا ويستحي الاحوال يا يا نادا انتي يعني بجد بصوا الاعتراف بالحق الفضيلة فعلا انتي وصلتي لمرتبة حلوة جدا في الفضيلة انك تبت بتعترفي بخطائك وبتصححي برافو عليكي جو فورت وعتصححي ان شاء الله طيب دلوقتي ليان تينكيو حبيبة قلبي مبسوطة قويني القرية عجبتكو جد مبسوطة جدا دلوقتي هنبتدي القرية قرية المجموعة التانية لبرج التور ترجمة نانسي قنقر